الراجل اللي قدامك ده حول نفسه لنص بشري نص آلة ازاي بقى؟ الراجل ده يا سيدي اسمه نيل هاربيسون وهو بريطاني الجنسية نيل كان مصاب بعمل ألوان من صغره وما بيشوفش غير اللون الأبيض والأسود بس فقرر يزرع شريحة في دماغه متوصلة بالجهاز اللاسلكي اللي قدامك ده اللاسلكي بيلتق الترددات الألوان اللي حواليه وبيترجمها الاهتزازات يعني من الآخر بقى يسمع الألوان بدل ما يشوفها الحكومة البريطانية اعترفت بيه كأول إنسان سايبرغ واللي معناها هاجين ما بين الإنسان والآلة العلماء بيقولوا اننا داخلين على عصر ما بعد الإنسان وده لأن العلم هيتيح للبشر استبدال أعضاءهم الضعيفة والتلفة بأجهزة خارقة وإن السايبرغ هيحكم العالم خلال 80 سنة قلنا في التعليقات لو متاح قدامك تركب جهاز يحولك لسايبر هتقبل ولا لا